وحول أيضا الاستعداد للعيد نتعرف التقرير التالي على أم أيمن والتي تسعى منذ سنوات لأداء مناسك الحج وكانت فرحتها كبيرة بأنها ستؤدي هذه المناسك هذا العام لكن مع اقتراب العيد أحسد بأن هذا العيد سيكون مختلفا العيد فرحة ينتظرها الكبار والصغار لما لها من أجواء جميلة يلتقي فيها الأقارب يتبادلون التهان بالعيد وفرحة عيد الأضحى لها ميزة خاصة أنها تأتي مع موسم الحج الذي يسعى كثيرون لأداء مناسكه عائلة أيمن الحاج أبو نعيم التي تنتظر العيد بشوق مثلها مثل أي عائلة فلسطينية تشعر هذا العيد بأن العيد ينقصه الحنان والأمان الذي تعطيه الحاج أم أيمن للعائلة التي شدت رحالها إلى السعودية لأداء مناسك الحج بصراحة أنا مش متخيل كيف رح يكون صباح يوم العيد اللي متعودين طول عمرنا أنه نصحى نسلم على الوالدة نبوس إيدها يبدأ نهارنا بقبولاتنا للحج والوالدة بس الحمد لله رب العالمين اللي بعزينا أنه هي مبسوطة وهي بتأدي في فريضة مهمة أبو نعيم الذي يحرس كل يوم على ري ما زرعته والدته في حديقة المنزل يتعرض كل يوم لتساؤلات أطفاله عن سبب عدم وجود جدتهم معهم في العيد يشتهد بتواصله مع والدته عبر الهاتف للإطمئنان عليها وطمأنتها عن الأولاد الذين يندفعون للحديث مع جدتهم وهم يعبرون عن شوقهم لها وأمنياتهم بعودتها سريعا لتجعل العيد بهجته التي اعتادوا عليها هم مش تقيلها بصراحة وبقولوا ياريت يجي البكرة وياريت يجي اليوم وكذا بس نحن نحاول نصبرهم أنه لا لازم أنه تأدي في فريضة الحج ومناسك الحج كاملة أنا بالعادة بقول ما بسوطة عشانة بتكون معنا نقعد نحكي معها مثلا لما يكون لبقى الظهر أو لما يكون أبو نايم نقعد نحكي معها ونزل نحكي تحت الشجرة بس هذا العيد مش هيجبط فنغز على أم نعيم التي تحدث أطفالها كل يوم عن أهمية وعظمة ما تقوم به جدتهم من أداء لمناسك الحج أكملت استعدادات استقبال الحج أم أيمن بعد عودتها فأحضرت التمور والسجاد والسبح وزينت هي وزوجها مدخل منزلهم بيافطات الاستقبال وبرغم ذلك قالت إن شيئا ينقصها كبقية العائلة في هذا العيد هذا العيد حيكون مختلف وصعب حتى يعني قبل ما تطلع بحكي لها أنا مش عارف شو بدي أعمل كل عيد بطلع أنا وياها عند الكبار بالسن أو المرضين اللي في البلد بروح بنزورهم هذا العيد بقولها أنا مش عارف شو بدي أعمل وانتي مش معاي فحيكون فعلا صعب يعني تحضيرات واستعدادات على قدم وساق لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عائلة أبو نعيم تستعد لاستقبال الحاج أم أيمن هذه الحاجة التي سيفتقدونها في يوم العيد فهي التي تقبل يدها ووجنتها والعيد بفرحته سيكون منقوصا لكن الفرحة العظيمة أنها تؤدي مناسك الحاج محمد الصانوري سي جي تي أن العربية فلسطين